احنا المقذير بتاعتنا بصل وطماطم وفلفل حراء وصلصة وملح وفلفل وطبعا مكونين الاساسيين اللحمة والمكارونا والكركم بقى هم بيحطوه بس حسب الزوء يعني اخواننا في ليبيا بيحطوا كركم في الوصفة بالزبط انا عادة بعملها ملح وفلفل بس بس نهاردة نحط كركم كده عشان يعني نقرب شوية نكاركم الدنيا ونبكبك الحياة يلا بينا الخطوة الاولى يا عزيزتي تمام هنبدأ بقى بالزيت انا بس ايه عايزيني حالة تسخن شاية سخنة يا سخنة بقولك ايه انا واقفة بقدم الحلقة وحاسة بصهد غير طبيعي خارج على وش هب وبعد عني داب ايه نسي ايه طب ارا عايز اسألك على حاجة اوكي انتي بتقدمي محتوى على سوشيال ميديا طبق اه كل الناس دلوقتي بتطبخ صحيح وكل الناس دلوقتي بتعمل فيديوهات في دقيقة تعمل بيها ملايين المشاهدات وملايين الترندات والاكسبلورات وقصص صحيح ازاي بتعرف انت تتميزي او فكرة الفيديو بتجيلك ازاي علشان تقدري تعلي على الناس اللي عاملة ملايين على تيك توك وعلى انستجرام يعني بوسي هو اولا اولا اخيرا انا دايما اقول هو الريتش ده او ان انتي توصلي للناس ده فيها برضو حتة رزق كده اه بجد يعني وفيها طبعا شضارة المحتوى اللي انت بتقدميه والكاركتر نفسه تمام يعني المحتوى لو محتوى حلو وبرضو لازم تفهمي وتواجبي الدنيا بقت عاملة ازاي في التقديم يعني لازم الواحد يطور من نفسه لو فضل واقف عند مكان ما بدأ مش هيوصن بمعنى ايه يعني مثلا اقولك على حاجة انا فيه بعض الشفات فيه تطور لا انا عايز ده حاكيك بقى انا فيه بعض الشفات بتبيحهم على تيك توك وعلى فيسبوك مثلا او على انستجرام لمجرد ان هما بيستخدموا حاجات للطفق يعني الحاجات اللي هي بيعملوا بها الاكل الشوك المعالي السكتين شكرا حلو ناشك قوي اه ممكن تبقى تعمل بيد مقلي اه اتي فاما يعني خير الامور الوسط هل ده التطور لا التطور بقى في طريقة التقديم في السرعة احنا زمن برضو سرعة فالناس بتحب السرعة يعني مش هينفع اقدم مثلا وصفة في ساعة محدش هيبص عليكي المدة زمنية بتاعت الفيديو مهمة قوي وان انت تبدأي الفيديو بحاجة مشاهية زي ما بيقولوا الماوس ووترين كده الحاجة اللي هي بتجوعة زي ايو بتأكل يا جر ريء بالزبط كده احنا هو بندبل البصل بالسبيسز بتاعتنا فنفل وملح والكركم خلاص هنضيف بقى اللحمة اوكي وهناخد بس ايه اللون كده بتاع التسوية اللي هي زي ما بيسموها صدمة او يعني تبدأ المسان بتاعت اللحمة اللي برا تتقفل امم معينة بقى الصلصة والفلفل الحرق اهم طبعا الحرق ده حسب الايه حسب الزوق بقى بس هي عادة بتتقدم حرقها بس اه اللي محبش حرق ايه بعد عن الحرق طبعا ايضا انا في حاجة هي عمتا المبكبكة طعمها بيختلف عن المكرونة المسالصة بتاعتنا دي العادية بان ان انت هي كلها في حلة واحدة بالزبطة هي حتى النشا اللي بينزل بيعلي جدا من القيمة الغذائية بتاعت الاكلة حقيقة الخطوة دي لو ما عملتاش ان البكبكة بازت اللي هي ايه ايه انا انا اسلق كله في حلقة في حلة واحدة وتتشرب زي هده يقول هي بتتقيمل كده حلة واحدة مكرونة في الطماطن فهي طريقتها كده يعني ايه احنا لو عملناها مرة في الشهر هتبقى لطيفة وبرده كلنا حاجة طعمها حل بس رجاءً بلاش يومين عشان الأكلة دي ممكن إيه يلا ما عايزة أعالي النار تهيقلي شوية صح كده ما عايزة بس تعرف أن فيه بعض الكرة السياحية البدوية اللي بتقدم المبكبكة دي تأغرقانة كده في الصاص والصاصي والجنن بيبعوها يكتب أرقام طبعاً ما هي أصلاً أكلة مش مكلفة بعدين ممكن نعملها بحاجات تلك ممكن تحط فيها سجوء بدل اللحمة ممكن نعمل فراخ يعني مش شرط لحمة برضو لو اللحمة بقت مكلفة شوية ممكن نستغلم سجوء ممكن فراخ ممكن يعني ممكن نغير يعني بس عارف أنا ما جربت مر ماما مرة جربت تعملينها المبكبكة دي في البيت يا جماعة الخير اللحمة صالحة صالحة ماكو خيار لا ماحنا لازم نسوي اللحمة الأول ماكو خيار أيوة ماكو خيار أيوة صح صح لازم اللحمة تستوي احنا هنحط لها صوص طماطم وهنحط لها وقت نسيب اللحمة تستوي ده دي تيب مهمة قوي في الوصفة دي إن احنا نسوي اللحمة الأول تاخد المدة مع الطماطم ويتسبكه وبعدين ننزل بالمكارونا المكارونا في ساعة مش بتاخد وقت بس اللحمة هتاخد وقت عشان تستوي الأول لازم نسوي اللحم طب يفضل قطع اللحمة الصغننة بتاعة المبكبكة يبقى فيها دهون آه طبعا هين هو الأكل بقى العربي عادتاً لازم بيبقى فيه دهون احنا هو كرملنا لسلسة هنخط بقى الفلفل حرق حسنا دايما بشوفها على فيديوهات السوشيال ميديا المبكبكة دي قطع اللحمة مربعة كده ننة وما فيهاش أي سمين خالص آه خلاص هنا بقى بصي احنا إيه كرملنا لسلسة هنخط بقى عصير طماطم وهي هتستوي بقى في إيه في عصير الطماطم هنسبكوا بقى مع اللحمة دلوقتي يستوي وهنسوي اللحمة هتاخدوا وقتها شوية وبعدين نضيف بقى الماكارون الدنيا كلها كل بيوتنا بتعمل ملوخية آه كل البلوجرز وكل الناس الشفاية جاملوا ملوخية حضرتك تعملي طاج ملوخية يكسر الدنيا يبقى الأعلى مشاهدات طبعا طبعا طب إيه اختلاف ملوخيتك عن كل تخش على القلب على طول النية نعم هي بتخش على القلب المصريين بيحبوا الملوخية الملوخية بتخش على القلب يا ملوخية عايزين ناكل على طول انت بتبقي واكلة ملوخية في بيتك بتروح يمطعم بيقدم ملوخية بتقومين طلبها ملوخية ووشول ملوخية ما بيتعامل بنجوع وبتاعنا انت ممكن تبقي مارح ماما عاملة ملوخية في البيت بس والله جبا انت عارفة سوس فاهمي الملوخية دي فيش بيت في مصر ما بيعافش يعملها ولكن اتحداك انت تخش بيت سواء بقى يعني من ايد والدتك او من ايد زوجتك او من ايد جرتك او من ايد مراد صديقك لما تروح مستحيل تلاقي بيت في مصر بيعمل الملوخية زي البيت اللي جنبه مستحيل اتحداك ومستحيل تلاقي مطعم بيعمل الملوخية زي المطعم اللي جنبه كل واحد في الملوخية ليه حيبتق مع تفهميش ليه رغم ليه دي بقى انا كده خلاص بتستوي اوكي احنا عملنا هنا دي كده نسخة تانية بحيث ايه بقى عشان هنا هناخد حوالي تنسى عن سوي اللحمة فازده هيبقى شكلها كده قلمص واحنا ايه بنخلص الماكرونة هتاخد وقتها هنقوم سقطين الماكرونة يعني احنا عطين الميا هنا هنقوم ايه بقى الطماطم عايزين طماطم بتاعتنا تغلي ونهدي بقى نهار هايل والطماطم تستوي واللحمة تستوي تمام ونلاقي فيها لو ناقصها شوية مياه ممكن نديها شوية مياه سخنين ونقوم نازلين بقى بالماكرونة بتاعتنا نبستانيها بس تغلي هنقوم ايه بتاعت تشرب قديل الماكرونة في الحال هتاخد لها ربع ساعة ونقلب برضو لان النشا بيخليها ايه تمسك يعني نحطين زيت وكل حاجة بس النشا فبتبقى عايزة متابعة كده بالتقليب وبس كده بنبقى اه يعني هي وصفة لذيذة وسهلة وكله في حالة واحدة وزي ما قولنا ممكن غير في المكونات كتير هرجع للملوخية اه ملوخية هرجع للملوخية لا ايه طبعا الملوخية تكسب حضرتك عملتي اعلى مشاهدات بملوخية عادي جدا اه 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 ايه الاختلاف بتاع في الملوخية بتاعتك اه ايش عالف انا بعملها زي اهالينا بصراحة يعني انا دايما في مطبخي حتى شارقي دايما انا شارقي وزي ما احنا بنحبه والاكل اللي احنا بنحبه مش بحب بقى اعودة حط حاجات كتير واغير وكده فكل ما الحاجة بتبقى بسيطة بتوصل للناس وسهلة الناس برضو بتحب الحاجات السهلة طبعا على الاصل ده واش الاكل الشرقي المصري بتاعنا دايما الزوء العام يروح للحاجات الكلاسيك اللي هي مفهاش اي تطشاط حقيقيا مفهاش اي اختراعات مفهاش اي تقليع انا صح صح اه محصوزين احنا برضي بالمطبخ المصري طبعا محصوزين بالتواجن طبعا حاجات اللي هي يلا هي تستعملنا حاجة بسيطة هنحط الماكرونة حل اه هتحتاجي لها مياه سخنة او حاجة هنا لا خلاص تمامي يعني هنهدي وانتباعها اثناء التسوية هو عادة مع التقليب ومهم اقوي احنا بصي ربع ساعة اللي هنفط فيهم الماكرونة دول لازم نقلب علشان النشا بيحتاج كده كل خمس دقيق تاخديها تقليبها طبعا يستطيعك سؤال احنا عادة لو هنعمله كيس ماكرونة اللي هو ما بيكملش في نسبة جرام 400 جرام 400 جرام ده بيحتاج قد ايه مياه لتر اللي ربع كده على الاقل واحنا لتر كمان بس احنا هنا بصي احنا هنا مش هنعمل كده قوي علشان تبقى سارع يعني هنحط هنحط عصير طماطم زي نص لتر لتر اللي ربع مع نص كيلو لحمة ربع كيلو الموجود يعني احنا بصي الطبيق دايما توفيق وتبديل وحسب ايه اللي عندك اشتغل بي ما بحبش هو مش كرآن او انجيل او مش حاجة منزلة يعني بالموجود نشتغل فاهم اقصد ايه بس طيب ما تفتنين ده عن فكرة الفيديو الجاي عندي انا يعني والله لسه فيه افكار كتيرة للسنة الجديدة بفكر يعني هنزل ايه بس يعني كنت عايزة اعمل حاجة حلوة عايزة اعمل تورطاية حلوة عايزة اعمل حاجة حلوة بالناس ببداية السنة عشان الناس تتفائل كده طب ممكن الحالة دي بس نحطوها ورا هنا اه عشان اوكي الاخراج عايزة يشوفك بتعملي ايه حدر 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 بالزبط بالتفصيل يعني الفيديو الجايد احنا هنا ممكن بقى بقى بداية السنة لريهان منسي فيديو حلويات بالزبط هو انا عادة انش هارئي على فكرة بس وفي بالي كمان انزل بقى بالكبدة والحاجات زي انها دايما بعمل كبدة ومكارونا والحاجات زي قريبة القلب عايزة اعمل ريسب جديدة في الكبدة ايو عايزة اعمل ريسب جديدة في الكبدة وحاجة حلوة بقى نذيذة كده طب لو هتعمل لي حاجة حلوة بالنسبة ان احنا في اول سنة 2023 هتبقى ايه اه حاجة حلوة نانيا تورطاية كده هتبقى روشة شوية يعني انتي من الاكل الشرق يا رهان انا لسه عاملة والله تورطة حلوة جدا عندي لو شفتيها برضو على الصفحة كنت عاملة ريد فلفت قبل الكريسمس مناسبة الكريسمس وكتنازلة لطيفة ايو كتت برضو عاملة صدى لطيف مع الناس فالناس برضو بتحب الحاجات الحلوة ما ينفعش نبقى ماشية معا على طول حياة كده سنة برضو نطعم الموضوع نجري ريئهم بالحلويات السكر بيجري ريئ برضو السكر ده يلا الحمد طب ايه الاكلة اللي انتي عملتينها عندك على السوشيال ميديا وكنت لسه مخلصتيش تصوير وولادك في البيت مسلا ماما خلصي جعنين وقفينك على باب المطبق عادة بيبقوا عايزين يأكلوا اللي انا يعني عاملة ده ايه اكتر اكلك انه وقفينك على باب المطبق مش مستنين تخلصي تصوير ده مقساد على طول ده معظم الاكلات كان بيبقى كنا في حاجات بتكاروت جدا عشان هما خلص عايزين يأكلوا زي ايه انا كوم بتعاطف لا كل الاصناف يعني بسها ملوخية فعلا زي ما انت قلت من اكتر الحاجات لما رحيتها بتطلع خلص كله عايز يأكل يعني اكليني بقى طب انت ملوختك الجامدة اللي عمت مشاهدات كتير دي احلى ولا ملوخية والدتك اهلا اهلين طبعا بس انا هو نفس المدرسة انا بكلم عن والدتك بالتحديد مش خلته مش عمته مش عالك ايه ايه شي اوكي بس انا وانت متوفية من ذلك يا حبيبتي ربنا يا ربي يرحمها ويرحمها يعني انا ماشي على النهج بتاعها يعني هي انت واخدة الملوخية بتفاصيلها من والدتك اه بالزبط كده احنا كده خلصنا مكرونتنا اه اه اه